كامل جسمه جراء انهيار سقف منزله في مدينة شبيكة من ولاية القيروان تفاصيل اوفى في تقرير التجاني بوديدح اهتزت مدينة شبيكة على خبر انهيار سقف منزل على رأس شيخ تجاوز الثالثة والثمانين من عمره مما تسبب له في اسابات خطيرة في رأسه وكامل جسمه وقد تم نقله على جناح السرعة الى مستشفى الاغالب بالقيروان اين اجريت عليه عملية جراحية لبطر رجليه وهو حاليا يرقد في قسم الانعاش بين الحياة والموت ابنة الشيخ حملت السلطة المحلية مسئولية ما حصل لوالدها مشيرة الى ان هذا الاخير تقدم بعديد المطالب لتحسين مسكنه المهدد بالسقوط في اكثر من مناسبة ولم يتحصل الا على الوعود الزائفة وفق تعبيرها عدد كبير من الاجوار والاقارب واسحاب الخير تعاطفوا مع هذه العائلة المنكوبة التي بقيت دون مأوى وضعية ما نجمش نوصفها الاحجار بيدو يتكلم تاولا هنا الراجل اللي يمجي يدخل داره ومزاك يدخل حط رجلي هكا واسقف تاح عليهم فوق جت رجلي يزوز مقصوص